يعني ست بيت مصرية أصيلة وأم وزوجة ومسؤوليات وإحنا عارفين الست المصرية يعني مشاكلها كتير وكذلك ما بتفضاش ومع ذلك كل السنين دي وكان عندك القراضة وعندك الطموح أن أنت ترجع وتلعب تاني ويمكن أكيد ميدالية باريس 24 كان لها طعم خاص وفرحة خاصة شفناها في عينيك كده وانت بتصرخي في الصالة بعد الإعلان فوزيك بالميدالية الحمد لله رب العالمين أنا زي زي أي ست مصرية أصيلة بترعي بيتها وبترعي جوزها بس أنا اللي كان بس بيميزني شوية أن أنا عندي إصرار وعندي عزيمة أن أنا حب أول مجرة في أسقار وحب أن أنا أزود رصيدي في الميداليات فكان بيسندني في ده جوزي طبعا ربنا يبرك له كان دايما في الأول جوزنا كان بيختلف معي في حتة أن أنا بيعمل كزا حاجة في وقت واحد يعني أنا أنتوا طالعين في الأسنصير أنا أول ما اتجاوزت ما كش عندي أسنصير وتبطلع على السلم وروح داخل المطبقة وروح داخل جايبها للحاجات من التلاجة يا ست يخدي نفس ده طبيعي زي زي أي ست بس أنا بقى كنت بختلف أن أنا بعد ما خلص دوت والغدا وبتاع ممكن هنزل أرجع أروح تمريني فده اللي كان اللي عاملت زيادة عني عن أي واحدة تانية عايزة تعمل حاجة والحمد لله هو سعيدني في ده أنا لحد قبل الأولمبياد باريس بالثلاث سنين أنا كنت بادخل المطبق وبعمل أكل لكن بعد باريس من قبل باريس بقى بالثلاث سنين أنا توقفت تماما عند دخل المطبق كان بيأكله ايه؟ هو اللي كان بيأكله بصراحة محمد كان موافع على الموضوع ده أتنا حضرتك محمد للأسف قال لي أكل بابا أحلى من أكلك بس طبعا ميزليات ماما أحلى الحمد لله بس واضح كده أنه هو محمد يعني بيجملك بقى في موضوع أكل بابا أحلى ده لا 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 بيجمله هو ولا هو بيطبخ بجد ما عشان هو اللي بيطبخ بقى دباعدة والي بيأكلنا كلنا لا بصراحة هو شاطر وهو هو الأول ما كانش بيعرف يسلق بيضع يعني ولا حتى كان إنيا لو لو زمان كده كنت أقوله أغل اللبن كان لازم نصه يفور لكن دلوقتي ما شو الله بقى شواطر ما بيفورش الأبن خالص بيعمل طواجن وبيعمل محاشي وبيعمل أكل إزال فل وانت رايحة باريس وربنا يديك الصحة والعمر في السن ده وبعيدة شوية عن منصات التدويجة ممكن آخر مشاركة كاتفري جينيرو في البرازيل وما كانش فيه توفيق اللي خلاكي بقى ان انت تفكر لقى ان هروح باريس وهل كان عندك الطموح ان انت رايحة تكسابي مديلية ولا كنت رايحة انهم عشان يقولوا دي أكبر رباعة ومشاركة شرفية يحكي لنا بقى تفاصيل وكواليس المشاركة في باريس بس اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنا من ساعة ما لعبت وانا ما بطلعش على مركز شرف دي امرها ما حصلت اللهم لك الحمد مش مني من اجتهاد وتوفيق ربنا اجتهادي وتوفيق ربنا وارقامي فانا كل ما ببقى طلع ببقى طلع على مدني تمام؟ في 2023 انا كنت جايبة فدهت بطولة العالم وكانت بمنفسة شرسة جدا مع الابطال اللي معايا اسيان من نيجيريا او الصين او الدول التانية فبعد ما عملت المدالية دي فكان خلص يعني تعمل مدالية في بطولة العالم الطبيعي كده انك تعمل مدالية في اولمبياد لحد اخر 23 انا ربنا وكرمني عملنا في بطولة في مصر هناك واركبت الرنك وبيت اول رنك ده ربط كمان رسينيه جينا في اول بقى 24 تلعوا بنتين من ميزان اللي تحت نيجيريا اقوى مش بدلوا مع بعض نيجيريا الضعيفة نزلت تحت وطلعوا لك الوحش اللي لعبت معايا تليش وبنت تانية من اوكراني البنتين دول انا اللي قابت معاهم مع الصينية في جورجي اخر مرش وانا جبت رابع وهم جابوا اول تاني تالت يعني لو الاتنين دول ما طلعوش كنا ممكن نحتفل بده هباية كان ممكن ننفس او مع الصينية عده بس ايه اللي حصل بقى انا خلاص سلمت الامر اللي انا رابع فانا انا طلع الالمبياد وعشا مفربنا ان انا اكيد هجيب مدالية ربك يكرم البنت الاوكرانية تعمل تحليل منشطات هناك واحنا هناك وجات وشفتها وتمرنت معايا تلات يام بالزبط بعد التمرين ما اتهاش ده دلائن المصرية لا والله لا لا ده توفيه ربنا طبعا ده توفيه ربنا والله وبعدين ما يستويش طبعا اللي بيعمل وبيكتهد واللي بيغش فهي حتى كمان كانت مش طبعية دي كانت بتنفس الصينية رقم برقم هي كت عاملة 164 والصينية كت عاملة 165 في بطول جورجيا فكان حاجة مش طبعية يعني الصينية النيجرية كانت كده كده ارقامها يعني هي كانت في الميزان اللي تحت كانت بتعمل ارقام دي بالزبط فلما تطلع تبقى كده طبيعي لكن هي التانية ما كانتش ارقامها خالص فيوم الميزان ادور عليها مش لقيها فجالي احساس كده يقين من عند ربنا ان في حاجة انها مش جاية لقيت الميزان وقفل وهي ما جاتش سألت الحكمة قالت لا خلاص هي مش جاية طبعا زمائل المصريين بقى مسكتوش عسوا بقى كده وقافوا انها طلعت مناشطات حسيتي بيه بقى في الوقت ده ان في منافس ومنافس قوي خلاص طلع من السباق هل بقى كان عندك بقى الطموح لا انا كنت ممكن برونزية دلوقتي بلعب على الفضية على الذهبية ولا ده حصل خلال المطش لكن قبل المطش اول ما حصل المدرب بتاعي الخابير الاجنبي اللي هو من اسمه اندريا قعد معي قال نادية ما حصلش حاجة خالص احنا زي هم احنا مركزين مش عايزين انبساطنا يضغى على تركزنا احنا مركزين واحنا كده كده تمام هنلعب وكده كده احنا كنا هننفس وهناعمل مدني بسط للامر كده وهداني والدني تمام دخلنا الحمد لله المطش انا من قبل ما دخل المطش انا روحت قبل كده المطش بتاع اول مطش بتاع الميزان الواحد واربعين وحضرته وشفت البنت النيجرية اللي كانت عملت فضة وكانت مصابة ومش قادرة تشيل دراعة وقفت كده وشفت نفسي مكانها ولدرجة ان انا وهي بتاعي انا عمالها عايط فكلهم قالوا انت خلاص انت مالك انا شفت نفسي فيها مع مع كم اصاباتها مع تعابها مع هم السنين لقيت نفسي كده شايفة نادية ان هي اللي بتتوى فالمسرح الحمد لله تعايشت معي فما بقاش في رحبا اه اداني بصوت وطاق وشفت يعني الجمهور المتفاعل ازاي مع كل واحد بيلعب فده فرحني جدا اول ما دخلنا في طبور العرض لقيت ان الصالة كلها مليانة عكس اول يوم او تاني يوم فده بسطني جدا لان كان يوم حد وكان يوم اجازة بالنسبة لهم فده اتاح ان هو الصالة كلها زي اه مع اول محاولة المحاولة دي خلاص هي بتاعت المدالية اصلا لان انا عارفة الناس اللي بتلعب معي عارفة ارقام هم ايه وعارفة اقصى حاجة ممكن يعملوها ايه فمية واحد واربين بالنسبة لهم هي خلاص فاول محاولة دي بالنسبة لي خلاص انا كده بتدخل اللعب بتريح دماغ خالص خلاص ضمنت مدالية ضمنت مدالية والضغط بيقل والتوتر بيقل دخلت اول محاولة لقيت انا طبعا انفعلت بقى من السياح والفرحة لقيته الجمهور متفاعل معي بشكل رهيب كل ما عملوهم كدهات انا هقولك على حاجة المدالية الوحيدة اللي تفرجت عليها مداليتك لدرجة ان انا علقت وانت بتفرحي الحكام وكل اللي قاعدين على المنصات يتفعلوا معاك رفعوا قديهم كده وفرحانين ومبايرين عملت حالة حلوة في الصالة حسيتي بايه بقى في الوقت ده وانت خلاص مدالية وحققت حلمك وصوتك اه اه بزي ما يقولوا كده رج الصلاة في باريس ايه احساسك بعد ما خلاص عرفت ان انت خدت ميدالية اه بالامتنان لربنا سبحانه وتعالى لان ربنا سبحانه وتعالى يعني كفقني وعوضني وانا كنت دايما بقول له يا رب اكرمني بفرحة كده اسجد لها بكية من اللي انا عشته والبعد اللي انا بعيدته والازمات اللي انا عدت بيها فربنا طب طب على قلبي والحمد لله ربنا نكرمني فانا بقيت طول ما انا طلعا ما لا تمتم الحمد لله الحمد لله حتى ما بين المحاولات لان الحمد لله ان انا في السن ده كنت انا كنت مدركة تماما كل لحظة كنت بقول الحمد كنت بسبح بحمد ربنا وانا طلعا وانا نزلة ان انا ربنا قرمني في المكان دوت وانا في السن ده وانا في الوقت ده وانا انا يعني احضر حدث كبير زي دوت وكمان اتتوج فيه فربنا كنقرم عليها كبير قوي